تعليق رخص استراض الأدوات المدرسية من طرف وزارة التجارة من شأنه التسبب في ارتفاع أسعار الأدوات إلى ثلاث أضعاف خلال الموسم الدراسي المقبل حيث يرشح سعر القرار 96 صفحة المقدر حالياً سعره 54 دينار جزائري ليتجاوز 700 دينار ضف إلى ذلك ارتفاع 60% في أسعار المواد المدرسية الضرورية الأخرى حسب الفاعلين في المجال من سبتمبر حتى اليومين هذا ما كانش يقدر يجيب البضاعة من الخارج وأغلبية البضاعة الوعدوات المدرسية يجيب من الخارج نطالب على كل حال من الوصية مسؤسة التجارة نتسرع في دراسة الرخص المسبقة وتخلي الناس تخدم على روحها أضعف الإيمان يعني الدخول المدرسي ما يكونش مضطار بالجاي الكراس اللي كان يسوى سعر سعر تعورها الضعف مرة تين وثلاثة والندرة هذه الفرق منها يعني الإنسان باش يكونوا صادقين مع نفوزنا كان كل مرة فيه ناس تستغل الضرف هذا الهاجس أجبر مصالح وزارة التجارة للاجتماع مع ممثلي مستوردي الأدوات المدرسية بحر هذا الأسبوع لمناقشة الحلول الممكنة لإنقاذ الدخول الاجتماعي القادم اللقاء جمعنا مع مصالح التجارة هم مشكورين على كل حال يستقبالتها متفاهم ولقينا الناس يعني في المستوى عندهم دراية دراية في المواضيع التي تمس التجارة وإنما احنا كالانشغالتان الواتيرة باطئة كثير واتيرة باطئة كثير وتتالي يعني القرارات بسرعة الإنسان باش يدير ينوبايراسيون ودينبورتاسيون الويفو ميني مو محدد ترواها كاتمو ما يجي بضعته تمشي من البلد دي راح يجيبها مني والأخص يعني 90% من البضعة يجي من آسيا ما يجي التوصل لهنا يكون خرجة 20 قانون المستحيل يعني للواتيرة هذي باش يقدروا يتماشوا معها الناس ولا التجار ولا في ظل عجز المنتوج المحلي على تغطية احتياجات السوق المحلية يبقى التسريع في منح رخص استراض المؤقتة الحل البديل لتجنب المعضلة